حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا ذيال بن عبيدي بن حنظلة قال سمعت حنظلة بن حذيامين جدي أن جده حنيفة قال لحذيامين اجمع لي بني فأني أريد أن أوصي فجمعهم فقالا إن أول ما أوصي أن ليتمي هذا الذي في حجري مئة من الإبل التي كنا نسميها في الجاهلية المطيبة فقال حذيامين يا أبت إني سمعت بنيك يقولون إنما نقر بهذا عند أبينا فإذا ما ترجعنا فيه قال فبيني وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حذيام رضينا فارتفع حذيام وحنيفة وحنظلة معهم غلام وهو رديف لحذيام فلما آتوا النبي صلى الله عليه وسلم سلموا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما رفعك يا أبا حذيامين قال هذا وضرب بيده على فخذ حذيامين فقال إني خشية خشية أن يفجأني الكيبر أو الموت فأردت أن أوصي وإني قلت أن أول ما أوصي أن ليتمي هذا الذي في حجري مئة من الإبل كنا نسميها في الجاهلية المطيبة فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأينا الغضب في وجهه وكان قاعدا فجثا على ركبتيه وقال لا 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 الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمس عشرة وإلا فعشرون وإلا فخمس وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فإن كثرت فأربعون قال فودعوه ومع اليتيم عصا وهو يضرب جملا فقال النبي صلى الله عليه وسلم عظمت هذه غراوة يتيمين قال حنظلة فدنا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا إن ليبنين ذوي لحن ودون ذلك وإن ذا أصغرهم فدعوا لها له فمساح رأسه وقال بارك الله فيك فيك أو بورك فيه قال ذيال فلقد رأيت حنظلة يؤت بالإنسان الوارم وجهه أو البهيمة الوارمة الضرع فيدفل على يديه ويقول بسم الله ويضع يده على رأسه ويقول على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمسحه عليه وقال ذيال فيذهب الوارم ترجمة نانسي قنقر